ركز معي مني لأنه بالستراتيجية هي التي ستعلمها وبالطول التي ستستخدمها ستوصل على الأقل 500 دولار يومياً وحتى هي الـ 500 بروفيت بشكل عالي نذهب إلى الداشبورد لتعلمك step by step كيف تبدأ تعمل نحن بشهر نوفمبر 2022 تمام؟ شهر إداعش 2022 سنأخذ يوم ستة ويوم سبعة مبارح واليوم اللي قبله يوم الثماني لسه الجديد لسه لا يوجد مبيعات علي فهنأخذ الستة والسبعة ونعمل Apply هلأ عملنا Refresh هلأ جيتنا مبيعات 1252 باوند اللي هي تقريباً حوالي 1250 باوند حوالي 1430 دولار مبدئياً بشكل وسطي 700 دولار بشكل يومي تمام؟ 700 وشوي ولكن هلأ حنشوف نحن تصور أنت بهاليومين هدول Conversion rate يعني شخصين 2.6 كلمة شخص اشتروا أكثر من شخصين معدل كلمة زيارة شخصين اشتروا المنتج المتوسط سعى المنتج حوالي 26 سبا وعشرين دولار تقريباً وننزل لتحت لهون منشوف أنه هاي المبيعات كاللاتها جاية من اليونيتد كينجدوم اللي البلد نحن استهدفنا المبيعات اللي جاية ألف ومية وثلاثة باوند عن طريق تيك توك اللي هي السوشيال هون ألف ومية وثلاثة باوند عن طريق تيك توك السرش الناس اللي بحثوا عن المنتج ثلاثة وثلاثة وثلاثة باوند والدايركت كيف يعني الدايركت؟ يعني الناس اللي شافت الإعلان وطلعت ورجعت بعد اشتريت المنتج فهذا بيكون دايركت ما بنحسب على الإعلان فبيكون دايركت اشتروا بـ 65 أوكي الإثبات الأكنا مننزل بهي الحملات الـ Ad Groups نحن عملنا نحن عملنا حملتين اللي هي CBO نروح على قائمة عندي بالقناة في كيف انت فيك تعمل تسويق عبر تيك توك تتعلم step by step أو الشي أنا عملت حملة واحدة بـ 50 باوند لحتى أنا تست هذا البرودكت أوكي ولما شفت أنه الأمور بروفت عملت حملة تانية كمان CBO كانت Open أول حملة يعني كانت ما في جمهور مستهدف الحملة التانية استهدف فيها جمهور هلا أركز معي الحملة اللي أنا مسميها هون Open تمام؟ إذا منشوف نحن هون Cost Per Result جايب 12 مبيعة كومليت باين 12 مبيعة والCost Per Result 2.8 طبعا نحن قلنا تقريبا 26 لـ 27 دولار سعر المنتج وحوالي الأربعة دولار بس يعني كلفتني أنا المبيعة بهي الحملة جبت 12 مبيعة كلفتني المبيعة 4 دولار 26 دولار سعر المنتج 6.5-7 دولار مع الأربعة دولار 11 دولار 26 البروفت أكثر من 50% ولكن هناك حملات ثانية هي 6 دولار نحن خليناها شغالة السبعة أنا مخليها شغالة ولكن إذا ننزل إلى تحت نلاقي في وحدة حوالي الأيداعش أنا مثل كيلت أنا وقفت فوراً هي الحملة الأيداعش هون جايبي بس مبيعتين أنا وقفت فوراً لكن لا أنا بفضل إنه تاخد الحصة من الفيزيترز هي الـ 2.7 أنا ورجيتك هلأ كيف بيومين بس عن طريق منتج واحد وبالدليل أنا اخترت إنه يكون البيكسل موجود لحتى أنت تشوف المبيعات إنه جاي من التيك توك وجاي بهدول اليومين ديا منك إنك تركز كتير ميح وتعمل متل ما أنا عملت بالضبط لحتى أنت تطلع نتائج مضمونة به من المي وبالأخص بهذا الوقت أنا بدياك إنك هذا الوقت حالي أنك أنت تبدأ وتعمل الستراتيجي اللي أنا حالمك يا بدايةً أول شي لازم تعمله إنك أنت تدخل على أداة مني أنا لقيت المنتج بهاي الأداة وهي الأداة لعني من عدة منتجات أخرى ولكن حالياً هي الأداة وحيدة اللي فيك توصلك لهي النتائج ليش هي الأداة بالذات؟ لأنه في حال إنت إذا كنت تبدأ ببلدك وما لك قادر تبدأ بتيك توك قادر تبدأ بفيسبوك أوكي فيك تعمل هذه استراتيجية عن طريق فيسبوك بدك تبدأ بتيك توك موجود تك توك بدك تبدأ بPinterest بدك تبدأ عن طريق Influencers وكمان فيك تبدأ عن طريق Influencers ما نحنا بدنا نعمل حتى نوصل لهي النتائج؟ أول شي للتعرف أنه هو أننا بالفترة الدهبية محمد هي الفترة الدهبية؟ الـ Q4 حاليا الناس بمرحلة كل ثلاثة شهور من كل سنة الناس عندهم قاعد انه هن يفضوا جيابهم ويشتروا كل شيء الهدايا يشتروا للكرسمس فالناس حاليا كل عائلة أو كل شخص بالعائلة بدل ما يهدي شخص واحد يهدي ثلاثة أربعة أشخاص اللي هي عائلته اللي هي الأب والأم اللي هو حتى الأقارب فالناس حاليا بهذا الوقت بيصرفوا أرقام كتير كبيرة تمام وفيك انت تدخل تشوف الحصائيات على جوجل قديش بتصرف اليوروب كونتريز حتى امريكا كندا استراليا قديش بيصرفوا سنويا على الهدايا وعلى المنتجات هذا موضوع اتفقنا عليه امناع مع جنب شو نحنا بدنا نعمل لحتى نحنا نلاقي منتج قوي جدا ورابح طبعا ميني بتلاقيه بالدسكريبشن وبتلاقيه بالتعليق الأول بالإضافة انه انا عملت لك كمان تواصلت مع الشركة وحصلت لك 30 بالمية لأول 3 شهر بساطة انت تاخد 30 بالمية لأول 3 شهر بهذه الأداة فهذا عرض رائع جدا لا تفوتوا انا بنصحك انك فورا تاخده وتعمل step by step هاي الداشبورت هون طبعا انت فيك تغير هون وفيك تعمل كل شيء هاي الداشبورت هاي الداشبورت فيك تتحكم معه بكل بساطة ولكن في عنا نحنا الفيسبوك الى تيك توك بانترس اوكي وتحت في عنا الفيسبوك ولكن شو هتعمل انت؟ انا مبدئيا بدي اوكي انا ما فيني ابدأ بالتيك توك انا تيك توك اه محظور انا ما فيني الكنتري تبعين ما فيني استهدف امريكا ما فيني استهدف في انا اشتغل عن طريق الفيسبوك الفيسبوك هو المتاح بالنسبة لي انا شو افعل ما ستعمل اول شي تضغط على الايقون هون اللي محطوط عليها الفيسبوك تمام بعدما انت تروح على هاي الايقون اللي محطوط عليها الفيسبوك اللي هتعمله كالتالي تبع معي بالضبط انه حرفيا اللي انت حتعمله هتعمله منه نتائج هلا اول شيء سين دايت اوكي امتى بدي يكون هذا امتى بدي انا الاعنات اللي هتشوفه امتى امتى اللي هتعمله انا بدي اشيل 2022 وحط 2021 اوكي واختار انا شهر نوفمبر من 1 ل 30 بدي انا كل هذا الشهر من 1 ل 30 2021 اوكي محمد نحنا في 2022 ليش نحنا بدنا نرجع ل 2021 لانه ببساطة بدي اياك تبيع منتج رابح بالسنة الماضية المنتج اللي ربح السنة الماضية بهذا الشهر حيربح بهي السنة وبهذا الشهر بدي اطلع هون كونتريز اوكي انا بدي اختار محمد ابي بدي اوكي اللانجوج بتخليها انجليش او بتخليها اوبن مفتوحة البلاتفورم خليها الشوي فاي اوكي ما في داعي تعمل اي شي تاني بعدها لا تضيف لايك سريت ولا لا لا ولا شي ابدا هلا بتنزل هون وبتشوف التفاعل على كل فيديو موجودهم مثال اوكي خلينا اخد مثال فعنا هون هذا المنتج عليه 12000 لايك وعليه 1000 كومنت وعليه 1000 شير فانا بفتح هذا المنتج تمام بفتح هذا المنتج لحتى شوف انا هذا الشخص شو باع السنة الماضية هذا المنتج شوع من السنة الماضية الحلو بهاي الادات انه بتعطيك ال data وبتعطيك ال audience country وبتعطيك كل شي بخص هذا الاعلان انت بتاخده شو بفيتنا هذا الحكي لانه انا اول شي صرت عارفة اوكي مين ال audience تبعي انا هون بشوف انا ال audience تبعي انه هو من 20 ل 30 سنة انا خلاص بختار بس من 20 ل 30 سنة مثال هذا المنتج السنة الماضية عمل نتائج قوية جدا انا بكل بساطة فيني اخد اللينك وحطو بعمل جوجل شيتس مثل ما انا علمتكم بفيديوهات سابقة برجع بطلع انا وبضل ببحث عن منتج ثاني وثالث ورابع هيك لحتى اني يصير عندي عشر منتجات شوف مثلا هذا المنتج الثاني خلين نفتح انا هذا المنتج طبعا انت حاول قدر الامكان انك انت تاخد اكبر عدد يعني اكتر اكتر شي عليه تفاعل اكتر شي عليه لايكات اكتر شي عليه شيرات اكتر شي عليه فيوز فكل ما كان فيه عليه اكتر كل ما انت بتفكر اوكي المعلن دفع مصاري اكتر السن الماضي لحتى اوصل لهذا الاؤديونس ما هاخترع عجلة جديدة ما هاخترع الصاروخ انا ببساطة السن الماضي الناس اللي عملوا بروفيت انا ها اعمل مثلهم بالزبط بنفس المنتج حتى بكل بساطة ليك لألك شغلة فيك تاخد الاد كوبي هات كله كونترول سي فيك انت تعمل داونلود لهذا الفيديو ما في داعي انت تعمل شي تاني لحتى انا اعمل تست انا باخد كل شي موجود هون كل شي نجح السن الماضي انا باخده كوبي بست وبحطه بالمتجر تبعي وبعمل تست لهذا البرودكت بعمل عشرة بطلع عشرة فيديوز عشرة كونتنت وبحتى كمان انا فيني ادخل اذا كان موجود لسه موجود هذا لسه المنتج نفسه لسه نفس الصور نفس كل شي ولكن المشكلة انه هذا المتجر جدا بطيء اوكي مثل شايف الحد الان الصور ما عم تفتح فهذا الشي بيعطي انه فيك تتحسن هذا الشي الناس اللي حابد تدخل تشتري منتج بتحب انه هي يكون كل شي سريع تمام حول قد امكانه يكون متجرك سريع فهذا هو المنتج بكل بساطة صور لايف ستايل يفضل ان كتدة الصور الاولى تكون بخلفية بيضة وبعدها بتجي الصورة اللي عمينا فيها انا اعطيتك اوzin اطورتك على هذا المتجر تمام hair تمام التكتوك لما عمل تختلف الموضوع لماذا يختلف الموضوع لانه السنة الماضية الكتير لم تكن الدنيات هي قوية السنة الماضية انا برجع من 2022 هذا الشهر ولكن انا بختار بس من واحد لثمانية انا بدي شوف بس المنتجات او المعلنين بهذا الشهر بس ولكن الشي اللي انا هعمل اوشي ها اختار كونتري او ينايتد ستايت لنفرض او ينايتد كينجدوم وفين اختار اختار هادول التوبك كونتري هلا انا هون بعمل الشو بي فاي طبعا اذا انت عبيع على وكس عم تبيع على وكومرز فيك تختار المنصة انت بدك ايها هلا هون لايك ريت انا بدي لايك ريت على الاقل بدي جيني على الاقل ألف خلينا نعمل ألف اوكي على الاقل اوكي ثلاث تلاف ألف اوكي محمد ليش موت ثلاثمية اربعين لا لا ألف لا كلمة كتروا اللايكس كلمة بان عندي انه فيه امبرشن اكتر المعلن دفع مصاري اكتر فهدا بشي بيدل انه فيه مبيعات اوكي ذات سيت هلا هون ما في داعي انا اعمل شي تاني ابدا فبكل بساطة طلعت عندي هاي النتائج بيبدأ بقلب هلا في عنا هذا من ست ايام ستالف لايك انتريستينك بننزل لتحت كل ما نزلت اكتر كل ما كان عدد لايكس اكتر كل ما كانوا الشيرز اكتر كل ما كان الامبرشنز اكتر فهدا الشي بيعطي اوكي انا حاليا هذا المنتج فيه احتمال كتير كبير انه يكون ضارب جدا من اليوم الاول فهي هذا الحلو بالموضوع ليش اغلب الناس للأسف بتفشل لانه بيشغلوا الاعلان ساعتين ثلاثة او صرف عشرة بموند او صرف عشرة دولار خلينا وقف وقف لا لا امان ورابح الفكرة اللي لازم تعرفه انه التيك توك لازم انت تعطي تعطي وقت اوكي تعطي وقته لليوم التاني اليوم التاني تحت بي معك ولكن هذا ما بيمنع انه انت تحصل عن بيعات من اليوم الاول احتمال جدا كبير انك انت تحصل عن بيعات من اليوم الاول فبكل بساطة نفس الشي حاليا نحنا مندخل ومنبحث ستيب باي ستيب واحد واحد منضل منبحث عن منتجات كلمة انت نزالها تحت كلمة بيطلع لك اكتر 32000 لايك مثلا هذا المنتج عليه تقريبا 262 دايك فهذا بيعني انه احتمال يكون هذا المنتج من السن الماضي ورجع شغل هلأ الاعلانات 32000 هلأ هون ركز معي اربع أيام الفين سبع واربعين شير اوكي 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 ما في كتير احتمال يكون الاعلان هو نفسه ملفت للنظر تمام فهو الاعلان الابل باك يعني بس هيك لا احتمال انت تشوف اعلان ثاني اقوى من هذا الاعلان وصلت الفكرة فبتنزل انت وبتبحث بديك تشوف الانجاجمت بتشوف انت كم الناس تفعلت كم الناس اوكي مثال هذا المنتج ننزل لتحت نرى منتج ضارب الموضوع قليلا ولكن نتائجه قوية جدا نتائج مثال عندنا هذا المنتج يومين 4000 like 14 ولكن نرى المنتج براند نرجع من هنا نرى هذا المنتج ركز معي هذا اليوم الاول 16000 like 160 share نرى ماهذا المنتج هذه الفكرة المنتج شيره قبل شموع لا أعرف لا أعرف ماهذا المنتج دخلنا على صفحة المنتج المتجر المتجر الحلو الفكرة تصور ماهذا المنتج افكار للمتجر الفكار للصور الفكار للالوان بهاي الأداة تأخذك لبراندس مجموعة هذا المنتج لنفترجم العنوان العربي حفلة ما قبل النوم ولكن هو مثل مشروب هذا المنتج متخصص بهذا المنتج هو مثل مشروف يساعدك على الاسترخاء ولكن تفرج كيف حلو هذا المتجر كيف حلو الطريقة اللي نعمل فيها كيف حلو الألوان كيف حلو الرفيوز كيف حلو الفيديوز هذا الشيء اللي نحن نحكي عنه كيف حلو الان لا 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 سهل هذه الفكرة أنا اليوم وقالي بدأي ادخل واشتري منتج أنا ما بهمني قديش هطلع عليه عروض ما بهمني قديش هطلع لي اللي فلاش لا 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 بحب البساطة كل الناس بتحب البساطة ونحن بوقت السرعة الناس مستعجلة ما في داعي يتطلع له ميت بوبوب لحتى هو يضل يكبس لا لا فورا أنا بدخل ويشتري المنتج تبعي وبطلع بكل سهولة بشي احترافي مثل هذا فهذا أحد الأمثلة أحد الأمثلة لمتجر نحنا لإنابي هاي الأداة فنحنا كلما نبحث أكتر كلما بتطلع عنا النتائج أكتر الخطة هي كالتالي الستراتيجية كالتالي نحنا ندخل عادات منها بالفيسبوك نرجع سيني لورا ونبحث على تيك توك وندخل ونبحث بالشهر اللي نحنا موجودين فيه الشهر اللي نحنا نبيع فيه هلأ ندخل فيه ونبحث عن منتج ولكن لازم يكون عليه لايكز كتير عليه إمبريشنز عالي حتى عليه شيرز عالي ضع بعين الاعتبار هاي الشغلات كلياتها لأنه هي الشغلات الوحيدة اللي حتعملك نتائج هايش هون فورا أنت هتلاقي منتج رابح لأنه أول شيء أنت بالفترة الدهبية مثل ما حكنا الشغل الثاني أنت عندك أداة قوية جدا عم تطلع لك كل الكمبيوترز يعني هاي الأداة تجسس رائع جدا لكل هدول الأشخاص اللي عم يبيعوا وعم يعملوا نتائج فبكل بساطة أنا لحتى عمل تيست خود السر هون السر عندك هون لحتى أنا عمل نتائج وحتى أبدأ من اليوم وابدأ من هاي الدقيقة وابني متجري وبلش فورا أول شيء أنا بعمله بلاقي المنتج اللي عم يبيعه بعدها باخد الفيديوز هاي ناخد مثال لنقول هذا المنتج أنا حبيعه بكل بساطة أنا فيني أخد نفس هذا المنتج ما حدا طالع فيه يعني ما فيه شخص طالع فيه وما فيه حدا معروف طالع فيه بكل بساطة هو بس حدا عم يورجي المنتج بس هذا جاي عليه 150 داونلود جاي عليه 41 شير جاي عليه 24 كومنت وجاي عليه 2000 لايك بس حدا نطلع إيده وعم يورجي أنا بكل بساطة داونلود بروح بعمل كامبينج بحول خدا كنا بجيب ثلاثة أربع فيديوز بجيب الناس تانين ولكن فيديوز يكون عنهم تفاول بحطهم بكامبين تمام طبعا أنا اوكي محمد أنا شون بدي أعمل المتجر بكل بساطة أنا بنزل لهون اوكي هاي جايز بنزل لهون اوكي أنا فيني أخذ هاي الصورة وفيني أنا كمان أدخل وأخذ أفكار من هذا المتجر أخذ أفكار مثلا اوكي فيني أنا شوف فيني شوفه شو عم يبيع شو مثلا فيه عندك الايفون اكس بالايفون اكس وانت طالع مثلا اوكي حرقا امكان ما تروح على ايفون ستة سبعة لا لا الايفونز الحديثة اوكي هنا بالادفايس لو انت وقت تروح لعندي على القناة لحتى تشوف ستيب باي ستيب كيفية تعمل الحملة على التك توك مثلا اذا انت خطرت التك توك بدي اياك انك انت تروح للادفايس وتختار بس الايفون ما تختار السامسونج فقط الايفون لحتى تطلع الاعلان للاشخاص عنده ايفون فانا باخد هاي الصورة باخد الفيديو خلاص انا صار عندي فيديو وصار عندي صفحة المنتج جاهزة فورا بعمل تستنج لهذا المتجر لمدة يومين فقط اوكي 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 انا بقى ثلاثة ايام لا لا اول يوم احتمال تجي مبيعات فانت بتنتقل بتوقف وبتنتقل للمنتج الي بعد للاشخاص الي بيسالوا انا مبعف اعمل اعلانات على تھك توك او فيسبوك بكل وساطة فكتروح عندي ع القناة في قائمة كاملة كيف تعمل اعلانات على الفيسبوك كيف فيك انت تعمل اعلانات على التك توك حتى فيديو كيف Bridget انت تعمل فيديو كيف يب imaginer فيديو للمنتجي كما موجود القناة فالموضوع جدا سهل هاي الاداة السحرية حالياً رائعة جداً لأنك أنت توصل لهذه النتائج سهل جداً بهذا الوقت أنا بهذا الوقت بديك تنجح لأنه هذا أسرع وقت أنك أنت تعمل فيه profit الناس حالياً كلها عم تشتري في ناس تسأل أوكي هلأ وقت حروب لا 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 ورجيتك متجر ورجيتك أنه فيه ناس عم تشتري حالياً ورجيتك أنه حالياً بكل بساطة فيك أنت تعمل رزل تختار عشرة فيديوز أو عشرة منتجات وبطلع الفيديوز تبعون بتطلع المتاجر تبعهم بتحطهم لجوجل شيتس نفس الشي انت حابت بيع على فيسبوك كمان نفس الشي بتطلع عشرة فيديوز حتى بكل بساطة ليك مثال حتى انت انا ضايع وين بدي بيع هذا المنتج فانا بشوف وين بيع هذا المنتج الاؤديونس الموجودين من هنا من اليونيتد كينجدوم لهذا المنتج 100% خلاص انا صرت اعرف مين بدي استهدف اي بلد اوكي اين تشتغل هذا الاعلان الشغال بنوفمبر من 2 ل 6 اوكي اربع ايام طبعا هنا لسا في اوبديت يومين احتمال بعد يومين درجع تلاقي يوم 8 وتسعة وباللي بعده فهذا بكل بساطة شوف حتى التيك توك اتس كوبي شوف البساطة for all your privacy needs يعني مختصر هذا الشخص بس ارأي ترجم اي جميع احتياجات الخصوص يعني كاتب اي كلام اي كلام اوكي لا نحنا فينا نعمل بكل بساطة فينا ناخد هذا الكوبي فينا نعمل كوبي تاني 50% off get yours today او مثلا نعمل low stock 50% off get yours today بس بالفيسبوك بيختلف الموضوع موضوع مع اتش و اكتر باخد الكوبي الموجود عند الشخص نفسه وبروح بحطه بالكوبي تبعي موضوع هم فعلين بوابات الدفع فانت بتعرف انه المشكلة مو بالبلد المشكلة انت بالطريقة انت عم تفكر فيها اوكي شوف هدول الناس فوت على فيسبوك groups فوت هدول الاشخاص بتمنى منك انت اذا شخص بالدول العربية بالمغرب بمصر بجزائر او حتى باي مكان اذا انت مفعل بوابات دفع بس تكتب تحت انه انا مفعل فخلي الاشخاص اللي ما بيعرفوا يتواصلوا معك يعني اعملوا انتو فيكن كونتن تحت بالتعليقات لحتى انتو تساعدوا بعض اوكي لانه بالمكان اللي انت قاعد فيه في شخص تاني نفسك هو ماشي اموره وشغال هاي الادات لينك تحت بالدسكريبشن وباول تعليق تكون الخصم ايكم شارك فالحل الموضوع استغل هاي الفرصة هاي الادات حاليا بالنسبة للي مثل يعني التول اللي بتطلع لك الكنز اوكي بالنسبة للي هاي الادات هاي الادات خلينيقول المجرفة اللي بتطلع لك الكنز اللي هو مع ويني بروتكت انت ما في داعي يعني انا بتستغرب لحد الان انه في ناس عاملين متجر احترافي ولكم ما في ولا منتج رابح وبيجرب 200 و300 دولار اوكي خلاص انا عندي متجر خرافي اوكي خلاص انا اي ما اي منتج بحط فيه بيئ لا 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 بكل بساطة انت خليكن عندك بس منتج رابح اوكي وابني متجر كامل على هذا المنتج بلونين او ثلاثة وعمله بسيط وسهل احسن ما تعمل متجر خرافي ممكن كلفك 500 او 1000 دولار ولكن هو يعني ما اي طعم لانه ما فيه منتجات رابح ذات سيد هاي الادات اشتركوا في القناة فعلي جونس كم معكم محمد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة